جنون في الأسعار وارتفاع غير منضبط ومخاوف من الأسوأ القادم هذه الحالة التي تسود الشارع العراقي منذ عدة أشهر وبلغ الأمر ذروته في الشهر الحالي حيث تراجعت القوى الشرائية وأصبح تسواق بيع الجملة شبه خالية من المشترين ما يراه تجار واقتصاديون مرتبطا بانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار في الأسواق الموازية موجة الغلاء الجديدة قابلها ارتفاع في نسب الفقر وتفاقم معاناة العائلات العراقية وخصوصا في ظل ارتفاع نسب البطالة حتى بات عدد كبير من المواطنين غير قادرين على شراء البضائع بهذه الأسعار القياسية فعلى سبيل المثال للحصر أصبح سعر كيس الطحين زنة 50 كيلوغرام أكثر من 60 ألف دينار فضلا عن ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والزيت والسكر وكذلك غلاء الأجيزة الكهربائية ولا تعد أسباب الغلاء وليدة اللحظة وإنما تعود لسياسات تراكمية خاطئة عبر الحكومات المتعاقبة إلا أن نتائجها الكارثية بدأت تظهر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ولسيما في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسعار ومحاسبة المضاربين وتشكيل اللجان التفتيش لإيقاف عمليات الاحتكار والتلاعب في الأسعار ويرى مراقبون أن موجة الغلاء الجديدة تأثرت بالتباطئ الواضح بإجراءات الحوالات المالية الخارجية في أعقاب تغيير آليات البنك المركزي للحوالات التي هي ذاتها سببت ارتفاعا للدولار في الأسواق المحلية خبراء اقتصاديون يرون صعوبة احتواء أزمة الغلاء الحالية بسبب تدهور القطاعين الصناعي والزراعي الذان يعدان كفيلين بسد الفجوة المتسعة بين العرض والطلب ويقللان من استنزاف النقد الأجنبي عبر فاتورات الواردات العراقيون اليوم يدفعون ثمن سياسات حكومية فاشلة امتدت لأعوام وملأت جسد الاقتصاد بالآفات والأمراض